ربع سكان العالم يعانون أزمة سح المياه هكذا تشير إحصاءات جديدة صادرة عن المعهد العالمي للمياه المعهد حذر في هذه الإحصائية من أن عواقب وخيمة قد تحدث بالدول التي تعاني ندرة المياه خاصة مع تغيرات المناخ وزيادة عدد السكان وطبقا للتقرير تعد قطر وإسرائيل والهند وباكستان وإيران من بين أكثر البلدان التي تعاني من الإجهاد المائي حيث تستهلك تلك الدول ثمانين بالمئة من موارد المياه المتوفرة لديها سنويا وفي ظل هذه الظروف قد تؤدي تغيرات المناخ لنتائج كارثية لتلك الدول أوروبا الممطرة أغلب العام لم تنجو من أزمة المياه حيث يشير التقرير إلى أن قبرص واليونان وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وحتى بلجكا من بين أربعة وأربعين دولة تعاني من ضغوط شديدة على المياه ويشير متخصصون إلى أن أزمة المياه قد يتبعها تنافس شديد بين الحكومات على الوصول لهذا المورد المحدود ما قد يتسبب باندلاع حروب بين الدول المشتركة في أنهار بعينها بسبب الصراع على حصة كل دولة